اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آلي وصحبي أجمعين آمين إزيكم عاملين إيه؟ يارب تكونوا جميعا بخير وفي أحسن حال شايفين الجمال والحلوة؟ بصوا كده النهاردة هنحضر مع بعض وصفتنا النهاردة سهلة جدا وسريعة وبجد يعني هتدفي كده في الشتاء وتكفي عيلة بحالها يعني ما تقومت كده هتحضريها يدوبك هتحتاجي جنبها شوية مخلل وعلى رشة كاتشب ومايونيز وأحلى عاشا أو غدا أو حتى فطار براحتك خالص هنحضرها في ثواني مع بعض ومش هتبطلي تعمليها أبدا بصوا كده الجمال والحلوة شايفين الجبنة بتلز إزاي؟ واو يلا ندخل على الطريقة والمكونات بس عايزة أقول لكم ياريت لو كنت أول مرة تشوفوا القناة أنا اسمي دعاء ياريت تعملولي اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس على علامة الكل عشان يوصلكم أي إشعار بأي وصفة جديدة بنزلها ولو عجبكم الفيديو ده متنسوش تحط اللايك للفيديو نزلت هناك بربع كيلو من اللحمة المفرومة ربع كيلو بس أو ربع كيلو بس وهنعمل به أجمل عشا أو غدا ونزلت كمان عليه ببصلاية مفرومة المادة الدهنية اللي أنا مستخدمها هنا هي كانت زيت قدري تستخدم زيت سمنة زبدة براحتك خالص بتديله تقليبة كده وبعدين بنزل عليه بأرنين فلفل متقطعين مكعبات الفلفل ده بارد مش حامي بس أنا كنت فارمة مع البصلة أرنفلفل حامي التواب اللي أنا هستخدمها هنا هو بعد اللحمة بتاخد لون المستوي بحط معلقة بهار لحمة معلقة فلفل أصمر وشوية صغيرين من الكوزبرة وبقلب كويس بعد ما بتستوي خالص اللحمة معنا بحط بقى ملح هنا حطيت الملح وكده معايا الحشوة جاهزة هنركنها بقى لما تبرد براحتها هنجيب بولة كده وننزل بكوباية زبادي نص كوباية زبدة على زيت الزبدة بدرجة حرارة المطبخ أو أنا يعني قدتها تسخينة كده بس سنة عشان تفك من بعضها عشان ما تتعبنيش في التقليب حطينا حبايا من البيض وهنحط بقى ملح فلفل أصمر حطيت كده معلقة فلفل أصمر أو كمية حسب ما انت عايزة وحطي الملح بتاعك برضو كمية زي ما انت عايزة وهحط كوباية ونص من اللبن الحليب هنا هحط كوباية لبن والتليفون هيفصل المهم هكمل لكم إيه اللي حطيته حطيت نص كوباية تاني من اللبن ومعلقتين من الدقيق ونص معلقة من البيكن بودر صغيرة وقلبت كويس ونركنها بقى على جنب هنا بقى أي لفة جلاش عندك إن شاء الله بقى لها قد إيه في الفريزل هتطلعيها متقطعة متهربدة مش مشكلة خالص دايما هي كده ملفوفة هنروح مسكنها ومقطعينها بالسكينة بصوا ما فيش أسهل من كده هقطعها كده كلها بالسكينة بصراحة أنا من ساعة ما جربت الوصفة دي ما ببطلش عاملها لأن هي بجد حرفيا بتتحضر معيك في عشر دقايق وتروح يحطها في الفرن بتطلعيها في ثواني تكفي عيلة وتأكل وتشبع وما بتاخدش تحضير خالص وإن شاء الله هنزدلها لكم بكذا طريقة وبكذا نوع من الحشوة بصوا بقى بعد ما قطعناها كده هنبدأ إن إحنا نفك كل الحلقات دي كده من بعضها بطريقة عشوائية زي ما أنتوا شايفين كده عايز أقولك لو كنتي برضو أول مرة تشوفيني ما تنسيش تعمليه للاشتراك في القناة وقوعي تنسي لايك للفيديو هستنى رأيك في الكومنتات لو الوصفة عجبتك هنا بقى هجيب صينية مقاس 30 وهدهنها دهنا وفيرة من الزبدة أو السمنة بس بلاش زيت يعني يا زبدة يا سمنة هحط نص كمية الجلاش هنقسمه كده يعني بالوايم أو بالتقريب أسمت نص كمية الجلاش حطيتها في الصينية من تحت وهبدأ إني أنا أسويها يعني ما نخليش حتة فاضية وحتة مليانة كلها تبقى قد بعضها بالتقريب تمام وزي ما قلت لكم الصينية دي كبيرة ما شاء الله لفت الجلاش دي نص كيلو بعد ما سويت نص كمية الجلاش كده هنجيب الخليط اللي احنا عملناه مع بعض اللي هي خليط التسقية وهنبدأ إن احنا نرش كده معلقتين على الجزء دوت من الجلاش ودي خطوة مهمة جدا علشان الصينية بتاعتنا هتتحشي يعني هتحط حشوة في النص فلازم نسقي الطبقة الأولانية دي عشان تستوي معاكي وتبقى الجلاش طعمه حلو بعد ما سقينا كده بخليط التسقية هنجيب الحشوة اللي احنا عملناها مع بعض اللي هي عصاج لحمة طبعا هي الحشوة اختياري تقدري تخليها جبن تقدري تحطي بسطرمة وفلفل وتماطم يعني براحتك خالص تقدري تخليها فراختونة براحتك يعني اللي موجود عندك او اللي انت بتحبيه اعمليه كمية الحشوة كمان اختياري تقدري تقليلي براحتك حطيت كده الكمية اللي انا عايزاها وبفردها كده كويس جدا جدا وهنا انا هستخدم هحط جبنة ممكن برضو انت لو مش عايزة تحطي جبنة ما تحطيش بس بصراحة بتخليها حلوة قوي جبنة بقى موزاريلا رومي شيدر الموجود انا هستخدم جبنة موزاريلا هي كانت في التلاجة فماسكة وبعضها هقطعها كده بالسكينة وهفردها على وش اللحمة المفرومة وبعدين هنزل ببقية الجلاش حطيت بقى كل بقية لفة الجلاش وهبدأ بقى ان انا اغطي الحشوة بتاعتي كويس جدا ما خليش اي حاجة من الحشوة بينها اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده زي ما بقولكم تقدر اي حد يعملها حتى لو بنوتا لسه صغننة واول مرة تعمل حاجة في المطبخ هتبقى سهلة جدا بالنسبة لها لانها بصوا اسهل بقى ما بنفضل نلف نعمل الجلاش ونفرد المادة الدهنية على ورقة ورقة ومش عارف ايه نحط في الصينية ورقة ورقة لأ من هنا الموضوع سهل جدا جدا وعايز اقولكم ان الطعم كمان مختلف يعني الطعم مختلف تماما بعد ما سويت الصينية بتاعتي كويس قوي كده بنروح بقى ساقياها بخليط التاسقية اللي احنا عملنا ده بنحط بقى الخليط بكمية كبيرة يعني الكمية اللي احنا عملناها دي كلها بنحطها متخافيش منها خالص بس في الوقت ده لازم يكون الفرن بتاعتك شغالة على درجة حرارة متين ومزبطة الفرن بتاعتك عشان اول ما هنخلص تاسقية كده للجلاش هندخلها على طول الفرن انا هنا حطتها على الصوجة بتاعت الفرن من تحت يعني عشر دقايق ورحت رفعها على الشبكة اللي في النص عشان اضمن ان هي استاوت كده وخدت ارماشة كده من تحت واستاوت وبقت جميلة وبعد كده بروح تفتحالها الشواية او ما تأكدت ان اللونها ببقى حلو من تحت طلعتها وطلعتها خلص من الصينية وطلعت ازاي من الصينية اشان احنا دهنين الصينية بتاعتنا كويس جدا بالزبدة زي ما انتو شفته وهنبدأ بقى قطعيها زي ما تحبي مربعات سامبوكسات زي ما بتحبي قطعيها او تحبي تخليها في الصينية برضو تقطعيها وفي الصينية تمام براحتك احنا هنا كنا هنتعشى بيها فروح تمطلعها كده على البلانشة ومقطعها وطبعا الحاجات دي بتتاكل سخنة ولو فضل حاجة في الصينية بتسخانيها تاني بصوا الجميل والحلاوة بصوا شكل الحشوة والجبنة طبعا يا سخنة قوي انا مش قادرة اصلا نمسكها بصوا بسم الله ما شاء الله بجد طعمها طحفة وبقول لكم طعمها مختلف خالص عن اي جلاش بلحمة احنا بنعمله مع انها جلاش ولحمة مفرومة بس طعمها مختلف لازم تجربوها وبرضو هستنى رأيكم في موضوع ان طعمها مختلف ده هستنى رأيكم في التعليقات هتقولولي ايه بصوا بصوا الجمال شايفين الجبنة بتلز ازاي انا جعت جد حلوة قوي مقرمشة من فوقه من تحت ومن النص طرية كده طعمها خرافة بس كده بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة يارب الفيديو يكون عجبكم ياربكم بقدر انزل لكم وصفات طنول اعجابكم وزي ما بقول لكم كل مرة لو عايزين مني اي وصفة قولولي في الكومنتات وانا ان شاء الله اعملها وانزلها لكم نشوفكم على خير سلام عليكم اشتركوا في القناة